موسيقى 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 نحتاج صدر الدجاج تكون متوسطة ملعقة كبيرة زبدة زبدة ثم الزبدة ثم ذنجبيل فلفل أسود ملح نسخم قدرة الزبدة هنا راح نطيبه صدر الدجاج في إنسوس نطيبه صدر دجاج وفي نفس الوقت نديره لصوس اللي نرفقه بها الطبق التعناه نقلي مليح صدر الدجاج بعد ما يتقلهم مليح مليح أنا نحب نقلي الأطباق التاعي هكا يعطوني بنا أكثر هنا نزيد البصل والثوم والتوابل ونخليهم يتقلهم مليح مليح مع بعض حكيت لكم على الملح اللي راني نديره في ليصوس التاعي هو هذا الملح اللون وردي هو ملح الهيمالايا أنا نشريه من أكسيون ما هوش غالي بزا في ديران وغل باكي قال لك صحي كثر من الملح العادي حكيت لكم عليه دجا وزيدوا حبسوا على الفوائد التاعو بعد ما يتقلهم كامل المكونات هنا نزيد البطاطا ونزيد الماء الساخن جهد ما يتغطى الدجاج فقط بغيت لاصوس جيني شوية عاقدة هنا بعد ما طاب الدجاج نحيه هو والبطاطا ونحطهم على جنب وهنا يا لاصوس تاعي راح نزيد لها شوية الحمص ونخليها تعقد شوية هذا اختياري تقدروا تزيده حمص ولا زيتون أخضر فاني يمدلها بنا رائعة هنا راح نبدأوا بالطبق الرئيسي نحتاج صدر الدجاج والبطاطا وعندي حبة بصل مقطعة الى مكعبات وشوية المعدنوس راح نرحي البطاطا مع النصف تاع صدر الدجاج نديروه مع طبق الرئيسي والنصف الاخر نخليوه للمقابلة هنا راح نرحيهم مليح ونزيد لهم البصل وشوية المعدنوس هنا زيت لاشا بلوغ كنتو مع الحزب لاتكستور تاع الدجاج تاعكم اذا شدوه ما يحكم شروحو زيدولو لاشا بلوغ الخاليط تاع الدجاج داعيره هواجد انا بعد ما كملت حطيتو وغطيتو بفيلم أليمونتا وحطيتو في الفخيجي دقبة يزيد يحكم روحو مليح وجدتو من قبل هكابة نربح الوقت وعندي هنايا البيض عندي لاشا بلوغ وشوية الفارينة هذو كامل تبلتهم بشوية ملح وشوية فلفل أسود ورشة تاع راس الحانوت مورك راح نبدأ نخدم الكوريات تاعي راح نديرهم في البيض ومبعد نديرهم في لاشا بلوغ والفارينة ونكمل كامل الكوريات كيما هكا ومبعد نقليهم في الزيت الخاليط تاع لاشا بلوغ والفارينة يعطيه واحد القرمشة رائعة جدا وهنا ما نحتاجوش نحطو السعف الفارينة ومبعد في البيض ومبعد في لاشا بلوغ مباشرة نديروا هذو الخاليط يعطيه قرمشة رائعة وبرك راح نخدم كريمة الدجاج اللي راح نحشي بها لفولوفونتاعي هنا يا عندي كريمة سائلة سخنتها مليح ولحتها على نصف صدر الدجاج اللي بقى لي نزيد له الفخوماج الفخوماج النوع اللي تحبوها ندرت المثلاثات وعندي شوية المعدنوس هنا راح نرحيهم مليح 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 حتى نتحصل على كريمة وهناي نزيدو الكريمة سائلة حتى نتحصلو على تكستير تاع الكريمة الكريمة تعيرة هي واجدة نزيد لها شوية المعدنوس وهذي الكريمة تاع الدجاج جي بنينة بزفزف وتقدرو تستخدموها في كامل المملحات تحشيو بيها كامل المملحات تاعكم تجي هايلة حطيت الكريمة تاعي في بوشادوي هنا ينسيت ما صورتش المقطع وهنا عمرت كامل اللي فولوفان عندي كانوا عندي وجدين شريتهم يتباعوا باختوا وهنا راح ندخلهم للفرن في الدقيقة الأخيرة قبل المغرب ندخلهم مدة 5 دقائق يسخنوا برك لي فولوفان ويجيوا مقرمشين والكريمة هذيك تدي لون خفيف أحمر ويجي هايلة بزاف مبارك راح نبدأ نقلي لك خوكات تاع الدجاج هنا الزيت راهو سخون على نار تكون يعني قاوية هاكا بهيت حمروا مليح كل شراهو طيب وهكا ما يشربوش الزيت راح نحمرهم كامل ومبعد نشوفوهم في صحنة تقديم الأطباق تاعي راهي واجدة كيما شدتوا بصدر دجاج واحد درت الطبق الرئيسي والمقبلة جاو هايلين بزاف وهنايا زينت بدي غوزاس تاع كريمة الدجاج حطيتها هاكا فوق بابي كويسون وطيبتها شوية حتى نحكمت روحها في الفرن جي هايلة زينت بها الطبق تاعي وليفو لوفان ثاني جاو هايلين وبزاف بلان كريمة الدجاج هذي تقدروا تستخدموها في كامل المملاحات إذا عجبتكم هذه الوصفة ما تنسونيش باللايكات ليكمونتاغ وما تنسوش تباختاجيو الفيديو التاعي حكابه يشوفوها أكبر عدد من الناس الحقنا لنهاية الفيديو نقولكم صحة فطوركم وصحة صحوركم وتلقاوا في فيديوهات أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة